في اول رحلة فضاء تحمل روادا ويتم اطلاقها عبر شركة تجارية خاصة اطلقت شركة سبيس اكس اثنين من رواد وكالة ناسا الامريكية الصاروخ فالكون ناين انطلق من مركز كيندي للفضاء في رحلة مدتها 19 ساعة داخل السفينة كرو دراجون وتعتبر منصة الاطلاق هي نفسها التي استهدمت لاطلاق اخر مكوك فضاء ارسلته ناسا بقيادة هيرلي في عام 2011 حيث اعتمد رواد الفضاء التابعون للوكالة في رحلاتهم منذ ذلك الحين على متن مركبات روسية المهمة التي اطلق عليها اسم ديموتو انطلقت برائدي الفضاء الامريكيين بوب بينكين ودوغ هيرلي الى المحطة الدولية حيث تولى بينكين قيادة العمليات المشتركة للمهمة وهو المسؤول عن الالتقاء بالمحطة والالتحام بها والانفصال عنها اما هيرلي فتسلم قيادة المركبة وهو المسؤول عن الانطلاق والهبوط والاسترداد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي كان بين الحضور في مركز كيندي تابع انطلاق الصاروخ واعرب عن شكره وامتنانه لوكالة ناسا ولشركات سبيس اكس رحلات الفضاء هي قدرة تمتعت بها مجموعة من الدول على مدى ستة عقود وحرمت منها الولايات المتحدة لمدة تسع سنوات حيث قررت ناسا ان تعتمد على القطاع الخاص في انتاج وتطوير مركبات قادرة على حمل روادها من والى المحطة الدولية وان لا تنتج برنامجا جديدا خاصا بها وبالنسبة لشركة سبيس اكس يمثل الاطلاق انجازا اخرا للصواريخ القابلة لاعادة الاستخدام التي تصنعها وتهدف لجعل رحلات الفضاء اكثر تكرارا واقل تكلفة اشتركوا في القناة